التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جورينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التنسيق والتشاور الثنائي مع إيطاليا للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أنتونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء عكس الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة حيث تم تناول مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى جانب التعاون الصناعي المشترك وكذلك التعاون في مجال أمن الطاقة لسيما في مجال الغاز الطبعي من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركة إيني الإيطالية فضلا عن تطوير مجالات التعاون في القطاع الزراعي استقبل وزير خارجية سامح شكر نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني حيث عقد الوزيران اجتماعا ثنائيا مغلقا تلتهم بحثات ثنائية موسعة بحضور وفتي البلدين وأكد الاجتماع على العلاقات التاريخية الصلبة التي تجمع بين البلدين وشراكتهم الاقتصادية التي تمثل نموذجا للتعاون بين ضفتي المتوسط أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات وخاصة في المشروعات الصناعية مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والصنعة جاء ذلك خلال اجتماعا مع رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة لاستعراض بعض الإجراءات والتصورات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر ومن جانبه أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه يتم في الفترة الحالية إعداد مجموعة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار منها ما يتعلق بألية تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية بالإضافة إلى تطوير منظومة استخراج الترخيص المطلوبة قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل أن ألمانيا تقف ضد مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة التقيلة وأوضح بوريل أن قرار ألمانيا يرجع أساسا إلى عدم رغبتها بسبب توقعاتها أن ذلك من شأنه إطالة أمد الصراع مشيرا إلى أن أوكرانيا في حاجة لإمدادات بالدبابات حتى تتمكن من احتواء الضربات الروسية وصدها في الوقت نفسه أكد بوريل أن حجم التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي لكييف بلغ ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون يورو من الصندوق الأوروبي أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زينسكي أن توريد عشرات الدبابات إلى أوكرانيا لن يغير الوضع بشكل جذري يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات العنيفة على خط الجبهة في مقاطعة زابوريتجا شرق أوكرانيا وأوضحت مصادر روسية أن القوات الأوكرانية انسحبت من إحدى القرى بالمقاطعة قال النائب الجمهوري الأمريكي براين فيتس باتريك أن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعد خطة للنزع فتيل أزمة تلوح في الأفق بشأن سقف ديون البلاد عبر إجراء تعديل السقف من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية من النتج المحلي الإجمالية وأضاف فيتس باتريك رئيس المشارك للمجموعة المعنية بحل المشكلات المهمة المتعلقة بالسياسات أن الاقتراح سيغير سقف ديون الاتحادي الحالي للحكومة والمحدث حاليا عند 31.4 تريليون دولار إلى آخر يربط الدين بحصة من إجمالي الناتج المحلي وتعدل ديون واشنطن حاليا نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام الأمريكية في المباني العامة تكريما لضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتاري بارك بولاية كاليفورنيا يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة مقاطعة لوسانتجس أن الرجل الذي كان مطلوبا لإطلاقه النار في كاليفورنيا خلال السنة القمرية الجديدة قد عثر عليه ميتا نتيجة انتحاره وأصفر حدث إطلاق النار عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرة آخرين نهاية مجز التساعى نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعض الفاصل فابقوا معنا